موجودين معكم مشاهدينا في إطار متابعاتنا اليومية لأحداث مؤتمر كاب 27 ستوديو صباح الخير يا مصر من القاهرة ومن شارم الشيخ ونبتدي معاكم بأهم الأحداث اللي حصلت إمبارح إمبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة خلال تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأول لإنتاج الهايدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وده على همش القمة العالمية كاب 27 للمناخ وأكد سيادته أن المشروع العملاق لإنتاج الهايدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم وحيمكن الدولة المصرية من تصدير الهايدروجين الأخضر بسهولة لأوروبا ومختلف القرارات الأخرى السيدات والسادة الحضور من هذا المنطلق وفي ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة وتحسين تقنيات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتي تزامنت مع اهتمام العالمي المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الحفوري وفي إطار الاستفادة من سروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة فقد تم في عام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسباتها إلى حوالي 42% عام 2035 هذا وقد اتتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والأهداف الأمومية السبعة عشر للتنمية المستدامة ويعد المشروع العملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم وهو ما يمكننا من تصدير الهيدروجين الأخضر بسهولة إلى أوروبا ومختلف القرنات الأخرى كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة حول مبادرة تنصيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وهي شرق المتوسط الكلمة دي أكد فيها على أن مصر كانت حريصة على الانضمام إلى المبادرة منذ انطلاقها للمرة الأولى في 2019 ودائما منها بأهمية الدور اللي بتقوم بالمبادرة في إطار تنصيق سياسات مواجهة تغير المناخ والتغلب على آثاره السلبية في محطنا أو في محطها الإقليمي تعالوا نشوف جزء من هذه الكلمة ونرجع نكمل مع حضراتكم بقي الأخبار السيدات والسادة لقد حرصت مصر على الانضمام إلى مبادرة تنصيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019 إيمانا منها بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به في إطار تنصيق سياسات مواجهة تغير المناخ بين دول أعضاء المبادرة بما يساهم في تعزيز عمل المناخ وغهود التغلب على آثاره السلبية في محطنا الإقليمي وهي منطقة كما تعلمون تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأسعادة وهو ما بات واضحا بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أحداثا مناخية قاسية في المنطقة من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة ولعلكم تتفقون معي أن المبادرات الطوعية الرامية لحجد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهبى أليات عمل المناخ العالمي لا سيما وأنه قد أصبح من المعلوم أنه على الرغم من المسؤولية الرئيسية للدول والحكومات في هذا الجهد إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية يمكن لها بل يتعين عليها أن تمارس أدوارا مكملة ودعمة انطلاقا من مسؤولياتها وعمل بمبادئ التعاون والمشاركة وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف لتنسيق سياساتها وجهودها والحقيقة أن ما يميز المبادرة التي نجتمع في إطارها اليوم عن غيرها من المبادرات والجهود هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه والذي لا غنى عنه إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يدعونا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس بما في ذلك هدف الواحد المستدرجة ماءوية السيدات والسادة أنني أتطلع خلال اجتماعينا للتعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه منذ إطلاقها وحتى اليوم بما في ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة والتي أثق أنها ستساهم في تعزيز جهودنا المشتركة نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة كما أتطلع أيضاً للاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة اتصالاً بجهودها بمواجهة تغير المناخ على النطاقين الوطني والإقليمي وأنني لعلى ثقة أننا سنخرج من حديثنا اليوم بفهم أكثر عمقاً لحجم التحدي الذي يتواجهه دولنا وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته أشكركم على حسن الاستماع أيضاً سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الإمارات شهد التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء منطقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات وده كان على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع مذكرة تفاهم بخصوص إنشاء محطات لتوليد الكهرباء منطقة الرياح بقدرة تبلغ 10 ألاف ميجاوات وذلك من خلال تحالف شركات مصدر الإماراتية وشركتي حسن علام وإنفينيتي المصريتين كمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل إمبارح في شرم الشيخ المستشار الألماني أوليف شلس وإشاد سيادته بتطوير مصار العلاقات الثنائية ما بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وأيضاً الاجتماعية والعسكرية وأكد تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنصيق والتشاور السياسي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أوليف شلس وذلك على همش نعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كاب 27 المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المستشار الألماني إلى مصر مشيداً سيادته بتطور مصار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وهو من عكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤول البلدين وآخرها زيارة سيادته إلى برلين في يوليو الماضي ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي من جانبه أعرب المستشار الألماني عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضياف مبدياً إعجابه الشديد بالتنظيم المصري المتميز للقمة العالمية للمناخ ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا والزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث تعتبرها ألمانيا شريكاً قوياً للتعاون ولمواجهة التحديات المشتركة